بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى يا سادة احنا دلوقتي بنعيش ظرف صعب شوية ان الناس اكترهم محتاجين من بعض احساسهم بالامان والحقيقة كنا زمان من قريب كنا لما الانسان يكون متدين كان علامة التدين عنده ان هو يبقى طيب طيب يعني ايه طيب يعني وشه منور وقلبه منور فكنا بنعرف الكلام ده ازاي كنا بنعرف الكلام ده من عدة امور عشان كده النهاردة في جاليس بنتكلم عنه هيبدو ان الكلام ده عنه اتقال كتير بس احنا عايزين نتكلم عن الجاليس ده بشكل تاني عايزين نتكلم عن جاليس اسمه الكلمة الطيبة انا النهاردة عايز اتكلم عن الجاليس ده اللي هو الكلمة الطيبة اللي هي الكلمة المطيبة مش بس ان الكلمة تكون في نفسها طيبة لكن كمان الكلمة تكون مطيبة الناس موجوعة الناس في امس الحاجة لكلمة طيب خواطره يا سادة أنا مش قادر أفهم إن واحد يبقى طيب دلوقتي وما يكونش حاسس بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة يعني إيه صدقة؟ في ناس مسكين نفسهم فقيرة نفسهم بتتوجع نفسهم بتتقلم ومن غير الكلمة الطيبة احتمال كبير ما يقدروش يكملوا حياته وعشان كده لو عايز تبقى طيب وافتكر كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة عايز تبقى موصوف إن انت عندك طيابة وطيب لازم تعرف إن من أهم معايير الطيبة إن يكون الشخص بيلتمس الأعذار للناس وهو بيكلمهم يكون ملتمس للأعذار وده شيء مهم جدا لازم نفهمه يبقى الطيبة لها معايير من أهم معاييرها إن الشخص يكون بيلتمس للناس الأعذار مش بيتسيض لهم الأخطاء ولا وقف لهم على الوحدة لأنه لو وقف لهم على الوحدة ده إنسان مش طيب الناس من حقهم يجربوا واختلفوا معاك واختاروا في حياتهم اختيارات غير اختياراتك يبقى إلا حاصل يبقى سيب الناس يبقى عندها ساعة في حياتهم وما تتعنتش معاهم ولا تخليهم يحسوا بإن نفسهم ديقة وتعمل أحكام دائمة على الناس فأنت لازم تتوقف عن الحكم على الناس لازم تبقى حنين عارف ليه حنين؟ لأن الحنان رحمة رحمة بجماله وبدفقه وبمعنى الودي اللي ساكن جواه ولذلك الإنسان الحنين ده هو شخص ربنا غرس فيه معنى قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودى اللي عايز بأباه من الناس اللي عندهم ود الرحمن سبحانه وتعالى لازم يكون صاحب ايه؟ صاحب حنان وأعظم حنان ممكن تشوفه هو حنان الكلمة الطيبة كلمة الطيبة اللي تيجي على الخواطر وتطيبها ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة عشان تعمل ايه؟ بتطلع الحاجات الصادقة من داخل الإنسان تطلع أحسن ما فيه وعشان كده فيه ناس عندهم احتياج للحنية زي اللي فقد حد من عزيز عليه فقد والدته فقد والده فقد زوجته فقد صديقه الفقد بيخليه محسين بالاحتياج للحنية وكمان اللي تربه في بيئة ما بتستحملهمش وبيكونوا طول الوقت محتاجين حنية وحد حنين حواليهم بيلوهوش وفيه زوج محتاج حنية حنية زوجه وزوجها محتاجة حنية زوجها وبنسمع كتير من الستات بتشتكي وتقول لجوزها انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة هو ظن ان هو لو قال لها كلمة حلوة زي ما بنقول كده في المزاح بتاعنا تقوله انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة قال لها هاريس لا هي مش عايزك تقول لها كلمة حلوة هي عايزك تفهم ان هي عايزة يتجبر خطرها هي عايزة تيجي الكلمة الحلوة على الوجع فتنسيها وجعها تخسل لها قلبها من الوجع ولازم نعرف ان الكلمة الحلوة والود ده للقريب والغريب مش للقريب بس مفيش زوج ولا زوجها مش بيتأثر بالكلمة الطيبة من شريك حياته مهما كان مهما كابر ومهما قال انه مش محتاج لكلمة طيبة مهما قال ان الكلام الحلو ده كلام فاضي واحنا كبار على الكلام ده واحنا مش محتاجين لده وكان فيه اكبر من ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام الطيب مع السيدة خديجة والسيدة عائشة وزوجاته ليه طيب عشان هما محتاجين الكلام الطيب حتى وان كانوا امهات المؤمنين من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك اه ولكن رسول الله يريد ان يرسل رسالة لعائشة انه يحبها ويرسل لها كلمة طيبة عشان تبقى عائشة في امان المشكلة هنا ان بعض الناس بيعتبر الكلام الطيب ده نقص في رجلته ازاي يبقى راجل يعني ويقول كلمة طيبة لحد ولان ده وتعيقل من ايه من كرمته او الست لو قالت كده هيقل من كرمته لانها ست امان ليه بنفرح لما نسمع كلمة حلبة ونزعل قوي لما ما يتقلناش ده اذا كنا احنا مش محتاجين للكلمة الحلوة واحنا المصريين بيحب جبر الخاطر جدا 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 ودايما نقول جبر الخواطر على الله والكلام الطيب بيطيب الخواطر ويزيل الخلاف ويجل القلوب لغاية ما تصفه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات عارف لبنا بيرفعه درجات ليه لانه بيرفعه الهم والغم على اللي الهاله وعشان كده شوف حضرة النبي سمى الكلمة ايه الكلمة الطيبة صدقة ليه الكلمة الطيبة صدقة لان الكلمة الطيبة تطيب خاطر من يسمعها وعشان كده بتعود بالنفع على الناس ومش كل النفع يكون بالمال جبر الخاطر انك تمنع الزعل والشعور بالوجع والفقدان وإحساس بالأمان وتحسس الناس بالأمان وخاصة لو كان أهل بيتك زوجتك أو أولادك ويحسوا ان انت بتحصنهم من المخاطر وانه يبحسوا عن احتواء بديل عارفين الكلمة الطيبة الصدقة لما بتختفي ايه اللي بيحصل يطلع الاحتواء البديل وتطلع على الكلمة المحتالة الكلمة الصيادة لما بيغيب الكلام الطيب الصادق بتظهر كلمة الاحتيال فلما تظهر كلمة الاحيال اللي يحصل تخطف الزوجة من زوجها وتخطف الزوج من زوجته وبعد كده نجي نبكي ونقول ده خان بس أنا أظن انه هو اتخزل قبل ما خان أظن انه هي كمان اتخزلت قبل ما خانت أنا مش ده مش تبريل للخيانة الخيانة بشعة والخيانة جريمة والالتماء في أحضان الاحتواء البديل ده جنون وتضياء للحياة والعاذ بالله اقتراب من النار والقاء بالنفس في التهلكة لكن احنا ممكن نقع بعون الشيطان على اخوانا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي لما اراد نيونال من صحابي تاني قال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك وعشان كده لازم نقول ان احنا لما الزوجة بتقول كلام طيب وكلام حلو لزوجها هي كده بتحميه زي هو كمان لما بيقول لها كلام طيب هو بيحميها الكلام الطيب حصن حصن بايه حصن بالجمال حصن بالراحة حصن بالأمان يبقى لازم نقول ان الزوج والزوجة لما يقولوا كلام لبعض حلو وبيحصنوا بعض من وحوش مسعورة اقول لكم وحوش مسعورة مش بس منتظرة اللي هم بنسميه مطرف التالت المتوحش اللي منتظر واحد من واحد من الزوجين يسقط فيأخذه لكن وحوش ومسعورة دي كمان داخل الإنسان لما نفسه الأمارة بالسوق تتحول إلى وحش مسعور دي يجي تقوله انت تمت إهانتك انت أصبحت ما بتسويش حاجة لاني ما حدش طيب خطرك ولو بكلمة انت حتى ما بتسويش كلمة عندي شريك حياتك فبتخليه يحس انه ضاع ويبتدي يتهد عمود البيت انا اقول لكم حاجة انا واحد من الناس باعتمر الكلمة الطيبة في البيوت عمود البيت عمود البيت هي الكلمة الطيبة وهو تستهينه بتأثير الكلمة الطيبة على نفوس الناس وخاصة للاقربين نفوس الناس في أمسل حاجة للكلمة الطيبة وتأثيرها عليهم تأثير للعجب ولذلك ما ينفعش ان انت تحتقر الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة من النهاردة لازم تكون في بيوتنا هي اهم دوة للقلوب حد فيكم حد فيكم يشك ان القلوب موجوعة حد فينا يشك ان القلوب محتاجة دوة اعظم اكسير واعظم دوة هي الكلمة الطيبة لان كلمة طيبة كلمة واحدة كلمة طيبة واحدة ممكن تنفس في قلب انسان وتوصل الى قرارة نفسه فتاخد بايديه من الهلاك هو ايه اللي بينجي الناس من الانتحار كلمة طيبة والكلمة نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قبور وعشان كده رأى سيدنا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ان العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفة في رواية سبعين خريفة لازم نركز نركز بشكل واضح على كل ما يخرج من أفوهنا مهما كان بسيط وما تقولش ايه يعني تأثير كلمة ايه يعني لما أقول ليه ابني غور لما أقول لي بنتي انتي عد جبيلي العار لا 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 أبدا اوعى تحتقر ده وفي نفس الوقت هيفيد ايه ابني اننا اقوله انا بحبك هيفيد ايه ابني اننا هيفيد ايه بنتي اننا اقول لها انا فخور بيك لا اوعى تستهين بالكلمة لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن ترقى أخاك بواجه انطلق ولو انطلق ولدك بكلمة طيبة يعني مجرد البشاشة في وش الناس ما بالك بقى كلمة طيبة اللي حاصل تخرج الانسان من سجن ألمي وسجن واجعه الى سعة رب العالمين انا اقول لكم حاجة دايما كنت اتعلم من اهلي واحبابي اللي علموني وفاهموني يعني ايه الحياة ان الكلمة الطيبة هو تحرير الناس من سجن مخاوفهم الكلمة الطيبة هو الباب الواسع اللي بيفصل للانسان ما بين جحيم النفس ووسعة رب العالمين الكلمة الطيبة ممكن تخلي انسان يخرج من الضياع الى الهداية ولذلك تذكروا اني ربنا لما اراد ان يصف عبدا من العبادة الذين اصطفاهم وصفوا بانه كلمة اذا يا سادة ربنا قادر يغير القلوب ويؤلفها على بعض بس انت تسعى بكل اللي تقدر عليه واول حاجة لازم تتوقن ان هي بتساعد وبتسعى في الناس هي الكلمة الطيبة وربنا هو اللي قادر يصلح الاحوال وعشان كده هقول لكم شوية اجراءات ممكن نتخذها عشان نتعود على الكلمة الطيبة اول حاجة اتعود ان انت تختار الفاظ حسنة تلقب بيها الناس اللي حواليك يعني مثلا بنتك تقول له يا امر ابنك تقول له يا بطل اتعود ان انت تقول لأولادك التعبيرات اللي فيها حب اللي فيها فخر اللي فيها اعتزاز ونفس الكلام انت مش هتخسر حاجة لما تقول لزوجتك يا امرتي ولا تقول لها يا حبيبتي مش هتخسر حاجة خالص وانت مش هتخسر حاجة لما تسمي جوزك بطلي الالقاب اللي انتو هتلقبوا بيها بعض هتكون كلمة طيبة مكتوبة لكم يوم القيامة وخلي بالكم ان موازين الاشياء اللي بتتم داخل البيوت بتكون مضاعفة لان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ايه اللي حصل بابيه وامي صلى الله عليه وسلم لما قارن ما بين الدنار الذي ينفق في سبيل الله والدنار الذي ينفق صدقة والدنار الذي ينفق على اهل البيت قال افضلها الذي ينفق على اهل البيت كذلك الكلمة التي تكون في التعليم والكلمة التي تكون في النصيحة والكلمة التي تكون في البيت أفضلها الذي يكون في البيت يا سادة أهلك لازم تكون تسبب لنجاتهم أفضل طريقة لنجات أهل بيتك أن أنت تستخدم معهم الكلمة الطيبة يبقى لقب أهل بيتك بألقاب جميلة وحسنة الحاجة التانية والمهمة عشان تتعود على الكلمة الطيبة وأن تتعود على الكلمة الطيبة ذات التأثير ان انت على طول اتعود ان انت يكون في كلامك دعا حبيبي ربنا يباري فيك بنتي ربنا يكرمك كان ده موجود في حياتنا كتير كنا متعودين لأي حد يتكلم يدعي اختفى ده مثلا على سبيل المثال ممكن تديني ده ربنا يفتحها لك ممكن تاخد ده ربنا ان شاء الله يكرمك ويسعدك اتعود ان انت طول الوقت تدعي وادعية صغيرة كده تحسسهم ان يا اوه الله محتاج هتلاقي على طول هو بيقولك والله انا محتاج الدعا ده يبقى ادعية قصيرة مع كل حاجة هيقول لنا انا فاضي هو ده مش ده رد الناس اصحاب الكلمة الطيبة يبقى اول حاجة لقب الناس بألقاب حسنة تاني حاجة استخدم الدعاء دائما وانت بتتعامل مع الناس تالت حاجة وحاجة مهمة جدا 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 ايه هي دايما لما حد ييجي يتكلم معاك ابتسم وقوله ربنا يفتح عليك لازم تقوله كلام ايجابي بيبين ان انت ممتن على كلامه اتعود ان انت تمتن كمان اتعود ان انت يبقى الشكر كتير في حياتك ما ينفعش ان حد يجيب لك كباية وما تشكرش ما ينفعش ان ولادك يعملولك حاجة وتعتبر ان ده فرض عليهم مش بنتكلم على مسألة مين ملزم بمي بايه لكن انت لازم تتعود على الشكر يبقى لازم تتعود على الشكر اخر حاجة تعملها عشان تتعود على الكلام الحلو شجع الناس ان انت تتكلم بكلام حلو معاك ولما حد يقولك كلمة حلوة ما تكذبوش صدقوا صدقوا يعني ايه خليه يتعود على انه يطلع احسن ما فيه الاربع حاجات دي لو عملناها هنكون اصحاب الكلمة الطيبة و هتكون كلمتنا طيبة مطيبة للخواطر ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا بكلامنا الطيب واجعلنا من الطيبين الذين يبقون ويعيشون ويتلززون ويشربون من كأس حضرة الطيب سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا دايما طيبين لا نتكلموا الا بالكلام الطيب يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين